مرحبا شلونكم وشي اخباركم طبعا كل ما مشتاقة لكم اعرف صال لي اسبوع كامل محملة فيديو حملت فيديو اخر اثنين ومحملت اي فيديو ثاني وطبعا حتى ما صورت هسا اجيت من موعد ويا الطبيب وقالت انه لازم اصور لكم فيديو وانطيكم خبر وليش اني غايبة هالفترة وما ملتزمة هلقت في اليوتيوب كل ما احاول طبعا التزم جدول اليوتيوب شي يطلع لي بالطريق وانه هاي الحيات دائما كل شي بالطريق بس لازم نشتغل بيها مو مشكلة على كل حال طبعا كل ما يشوفوني على التليفون على اجتماء على اتصال بدا اصور يبلشون يتعاركون بس اريد اصوي هذا الفيديو فاذا تسمعون اصواتهم يعني اسفة رح احاول الغي الاصوات بالخلفية اسوي مونتاج والغي الاصوات بالخلفية فاتمنى ما يكونون مزعجين هواية بس اذا تسمعون اصواتهم هذا السبب فمن بداية شهر الكاسة عني وشون طبعا بلا عينا كانت امور ما بلشت انه ابنه صور ثروت عصبة وبعد انه ثلاثة ايام اربعة ايام بلش ننكوح وطبعا الكحة كلش مزعجة بالليل والصبح اخص شيء وبالليل حتى هواية ايام حتى اني ما انام زيان ابدا ما اقدر انا من كثر ما اكوح لدرجة انه اريد اتقيئ من كثر ما اكوح شور مثل الشيء طبعا صار لنا اسبوعين هيت شوية اكثر من اسبوعين سوينا الاثنين اللي راح سوينا فحص الكورونا واجي السلبي اجينا نجد نتيجة يوم الاربعاء الاسبوع اللي راح والنتيجة كانت السلبية وسوينا فحص الكورونا لحتى نتاكد انه ما بينا شيء لانه عدنا اعراض الفلو مثل الفلو انه الفلونزا بس انه اكثر شيء هي بلعي منه وانكوح كل الوقت فالنوم احنا عقبيب الصباح هزا الساعة ثنتين يظهر بوقتي فرح احاول بسرعة انزل هذا الفيديو على اللابتوب مالتي وامسح الاصوات الخلفية لانه كلا بيدي يتعارفون وحتى تعرفون شاكو معقول ليش انا غايبة وليش احنا غايبين فهزا رجعنا من الطبيب اللي ادناياه هو التحاب بالجهاز التنفسي والطبيب قال هذا الشيء كلش طبيعي حول هذا الوقت يسموه وقت الفلونزا وقت الفلو لانه الجو بلش يبرد وهو يعلم انه يجيهم الفلو بلعيمهم تلتهب او انه يصير يجيهم مثلنا انه التحاب بالجهاز التنفسي انه خلال هذا الوقت خلال هذا الوقت اخوايا فيروس تنتشر بالهواء من شخص الشخص وهي شيء فيمكن بس ينو حملنا هذا الفيروس من شخص او من مكان وليناتنا مرضنا وعادي يعني بنصير احسن الاسبوع الجاي طبعا كل الاسبوع اللي راح ردت ارتاح قلت انه يمكن اذا ارتاح واريح نفسي اطيب بسرعة حتى ما قضيت هوايا وقت على تلفوني فاذا انا مردت على رسائلكم على الانستغرام او على التقليقاتكم انا اصد بس فعلا حتى على تلفوني ما قاعدت هوايا انه ارتحت هوايا وحاولت انام خلال اليوم بما انه بالليل ما اقدر انام فانه اقعد كل اشتعبانة وراسي يوجعني لانه ما انام زين الليل اللي قبله فالدكتورط طلب لنا علاج هس شون طبعا راح للصيدلية يجيب النياء وطبعا راح هنصور لكم الجزء الثاني لو خيروك فاتر او الاربعاء حتى لو بعدنا مزينين فاذا نقح هنا وهنا لانه بعدنا مريضين فسيارة بالعلاج هي طيبنا بسرعة او اسرق وقت اسرع وانه اكثر شي انه احنا زينين خلال اليوم وانه احتي طبيعي نسوي اشياء طبيعية انه بلاعيمي توجعني خلال اليوم اثنين عاتنا مثل الشيء واكوحي هنا وهنا بس بالاخرص الصبح وفي اليوم انه كأنه فعلا فعلا مريضين ومن اقعد الصبح طبعا انا كل اشتعبانا انه ما انام زين بسبب بلاعيمي فالهذا السبب حتى احس نفسي متكسلة مدى اصوي هواية اشياء انه فعلا اريد ارجع الجدولي الحياتي العادية حتى مدى نصوي رياضة هواية مثل العادة كال ابنا الصغير عندنا كلب بين هزة مثل ما قلت لكم كال ابنا الصغير داي العاب باللعابة مالتة واذا تسمعون كل هؤلاء الاصوات سببه ما اعرفش اصوي له على الاقل هو فرحان ودي العاب فعلا اريد ارجع للجدول المالتي وارجع على خليف فيديوهات على القناة وهي شيء خلاص انه هذا كل اللي اريد اقول لكم يا بهذا الفيديو بس اطمنكم عني ولماذا انا ضعبة وماذا مدى ارد على الرسائل والتعليقات لانه فعلا اريد التزم بيهم بس احاول ارتاح قد ما اقدر هالفترة حتى بس ارجع اصير زينة احسن بحواية ورح احكي معكم بالفيديو الجاي شكرا على مشاهدتكم وعلى رسائلكم الحلوة لح تستمنون عني واني فعلا احبكم بقيد الدنيا ويا رب يومكم حدا وعسل ماذا لكم اراكم بالفيديو الجاي باي جيد